قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين أصبح محفلاً أفريقياً فعالاً وجامعاً لبحث مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة وبلورة رؤية مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين أن الدورة الحالية من المنتدى تنعقد في توقيت بالغ الدقة يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة خاصة على الأمن الغذائي وأمن الطاقة وأود في هذا السياق تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الإفريقية حالياً لما قد تحدثه من تدعيات خطيرة على سلامة والاستقرار مجتمعاتنا الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الإفريقية في احتوائي آثارها وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الإفريقية فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الزاتي وإن التركيز على زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي هذا العام إنما يعكس مدى الاهتمام الذي تريه دولنا لتحديات الأمن الغذائي وضعنا أمام مسئولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الإفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي وارتفاع الأسعار وما يتطلب منها إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية ترجمة نانسي قنقر